تعريف شامل بشبه جزيرة القرم هي منطقة تقار على طول البحر الأسود جنوب خيرسون في أوكرانيا وغرب كوبان في روسيا وتبلغ مساحتها أكثر من 26 ألف كيلومتر مربع في سنة 2014 بلغ عدد سكانها 2 مليون ومئتي ألف نسمة وعاصمتها سينفيروبول وغالبية سكانها يتحدثون اللغة الأوكرانية والروسية كما أنها تضم مجموعات عرقية من الروس والأوكران وتتار القرم وهي منطقة متنازعة عليها بين روسيا وأوكرانيا حيث تعتبر كل منهما شبه الجزيرة جزءا من أراضيها ونتج عن الاضطرابات السياسية والاجتماعية في الجزيرة عامل استفتاء سنة 2014 حيث صوت غالبية سكانها على الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا وقد تسبب هذا في حدوث اضطراب عالمي ودعا المعارضون بأن الانتخابات لم تكن دستورية تقع جزيرة القرم في الجزء الشمالي من البحر الأسود وفي الجزء الغربي من بحر آزوف والحدود البرية الوحيدة لشبه الجزيرة هي من جهة الشمال مع خيرسون في أوكرانيا وقد تشكلت الحدود البرية بشكل طبيعي من خلال بحيرات الضحلة التي تعرف باسم سيفاش أو البحر الفاسد كما يوجد في شبه الجزيرة العديد من أشباه الجزيرة الصغيرة مثل شبه جزيرة تارخانكوت وشبه جزيرة كيرتش ويتكون ساحل شبه الجزيرة من العديد من الخلجان والمرافع كما أن تضارسها مسطحة نسبيا حيث أن معظم شبه الجزيرة يتكون من السهوب شبه القاحلة تكون من السهوب شبه القاحلة وتقع جبال القرم على طول ساحلها للجنوب الشرقي أما مناخها بشكل عام فهو مناخ قاري معتدل في المناطق الداخلية حار صيفا وبارد شتاء وتضم شبه الجزيرة ثلاث مناطق هي المنطقة الأولى تتكون من الجزء الشمالي والجزء الأوسط للجزيرة وهي تشكل ثلاثة أرباع المساحة وتتكون من منحدر عالي يمتد من الجنوب إلى الشمال وهذه المنطقة تقوم على الزراعة مثل زراعة القنح الشتوي والذرة والبطاطا وعباد الشمس المنطقة الثانية تتمثل في شبه جزيرة كرتش وتتكون من التلال المنخفضة الغنية بخامات الحديد وقد أدت البراكينة والينابيع المعدنية المنتشرة في المنطقة إلى ظهور المنتجعات الصحية التي تجذب السياح المحليين والدوليين المنطقة الثالثة تتكون من جبال الألب في الجنوب حيث تشكل ثلاث سلاسلة توازي الساحل الجنوب وهي السلاسل تعرف باسم جبال القرم وهي تمتد من الشمال إلى الجنوب وتحتوي الجبال على غطاء نباتي المتنوع من خشب البلوط والزان والنير والقيقب كما يوجد فيها بعض الأعشاب مثل العرعر كما يتم زراعة أنواع مختلفة من النباتات مثل السرو واللوز والآس والنخيل والنباتات شبه الاستوائية يقوم اقتصاد شبه جزيرة القرم على الزراعة والسياحة بشكل أساسي حيث تعتبر مدينة يالطا وجهة سياحية شهيرة على البحر الأسود كما أن المحاصيل الزراعية الرئيسية في الجزيرة تضم الحبوب والخضروات إضافة لذلك يعمل السكان على تربية المواشي والدواج والأغنام كما أن شبه جزيرة القرم تعد موطنا للعديد من الموارد الطبيعية مثل الملح والرخام والحجر الجيري والحجر الصخري